اشتركوا في القناة من هو نور الشريف؟ قبل البدء في هذا الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد نور الشريف هو محمد جابر عبد الله هو ممثل ومخرج مصري ومنتج ويعتبر احد ابرز الممثلين في تاريخ السينما المصرية الحديثة واهم من جسل الشخصية المصرية بكل اشكالها لقب بصائد الجوائز من كسرة الجوائز التي حصل عليها وله سبعة افلام في قائمة افضل مائة فيلم مصري ولد نور الشريف في 28 ابريل سنة 1946 في حيث سيدة زينب بالقاهرة وقد توفي والده بعد ما ولده باقل من سنة وتزوجت والدته وتركته ليتولى اعمامه تربيته هو شقيقته التحق بالمعهد العالي الفنون المصرحية وتخرج فيه سنة 1967 بتقدير امتياز وكان الاول على دفعته وهو بالمناسبة لم يكمل مشواره في كلية التجارة لشغفه بالتمثيل وكذلك التحق باشبال الكرة في نادي الزمالك وكان مميزا جدا لكنه لم يكمل مشواره مع كرة القدم بسبب حبه للتمثيل الذي مارسه منذ ان كان طالبا في مراحل التعليم المختلفة بدأ مشواره الفني بعد ان رشحه الفنان سعد اردش للعمل معه مؤديا دورا صغيرا في مصرحية الشوارع الخلفية ثم اختاره المخرج كمال عيد لمصرحية روميو وجولييت واثناء البروفات تعرف على عاد الامام الذي قدمه للمخرج حسن الامام فاختاره للقيام بدور في فيلم قصر الشوق فحصل على اول جائزة له في حياته الفنين ثم تألق بعدها في العديد من الادوار المميزة على الشاشة الفضية اما عن علاقته بالتلفزيون فقد تألق نور الشريف في العديد من الاعمال ومن اشهرها لن اعيش في جلباب ابي وعائلة الحج متولي وكذلك مسلسلات تاريخية منها هارون الرشيد وعمر بن عبد العزيز قام نور الشريف بالاخراج السينمائي لمرة واحدة في حياته في فيلم العاشقان وقد عمل نور الشريف مع جميع مالقة السينما المصرية ومنهم على سبيل المثال فريد شوقي وصلاح ظلفقار وسعاد حسني وقد تزوج نور الشريف من الممثلة بوسي سنة 1972 وانجبها سارة ومي التي تعمى الممثلة ايضا ولكن تم الطلاق بينهما سنة 2006 على اثر خلاف بينهما حول علاقته بممثلة شابة وفي عام 2015 عادت الى نور الشريف مرة اخرى بعد انفصالهما لمدة تسع سنوات واستمرت معه حتى وفاته ومن المعروف ان بوسي وقفت في وجه الجميع عندما تقدم اليها نور الشريف للزواج وقد رفضه اهلها لفترة كبيرة وقد قدم نور الشريف وبوسي فيلما يحاكي قصتهما هو فيلم حبيبي دائما وكان الفيلم ترجمة حقيقية لمشاعر الحب الصادقة التي جمعتهم وقد تفانى كل منهما في هذا الحب حتى انها باعت شبكتها لتكمل نور رسوم الزواج والمأزون بعد كتابة اهلها لمؤخر كبير عليه في عقد الزواج اما عن اشهر اعماله السينمائية فمنها على سبيل المثال مسجون ترانزيت ودم الغزال والكلام في الممنوع وعيش الغراب والمصير والزمن والكلاب والهروب للقمة وليلة ساخنة وخيط ابيض خيط اسود والطيب والشرس والجميلة والرقص مع الشيطان واقوى الرجال ولهيب الانتقام وعيون السق وناجل علي والظاهر بيبرس والبحث عن سيد مرزوق وايام الغضب والظالم والمظلوم وكتيبة الاعدام وزمن حاتم زهران واخر رجال المحترمين والعار واهل القمة وابناء الصمت والابرياء والقائمة طويلة جدا للأفلام المميزة واهم المسلسلات منها الدالي باجزاؤه وعرفة البحر وحضرة المتهم ابي والعطار السبع بنات وعائلة الحج متولي وهارون الرشيد ولن اعيش في جلباب ابي وعمر بن عبد العزيز ولسه بحلم بيوم ومارد الجبل والقاهرة والناس ولا تطفئ الشمس وغيرها الكثير من الاعمال وقد عانى نور الشريف لمدة طويلة من مرض سرطان الرئة وكان من اهم اسباب عودة زوجته بوسي اليه هو رغبتها في الوقوف معه ومساندته في مرضه الذي عانى منه معاناة كبيرة في اواخر اياما وقد توفي رحمه الله تعالى في 11 اغسطس 2015 عن عمر 69 عاما اثرى فيها الشاشة الفضية وشاشة دراما التلفزيونية بالكثير من الاعمال التي اثرت ولا زالت تؤثر في المشاهد وقد كان نور الشريف بحق النجم الذي حقق النجاح المتوازي بين السينما والتلفزيون وهو ما صعب على الكثيرين من النجوم رحم الله شحات أبو كف رحم الله فتى الدراما الوسيم الهادئ رحم الله نور الشريف نرجو منكم التكرب بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة